مع العزل الصحي يكثر استخدام الانترنت في المنزل وبالتالي مع الضغط تضعف الإشارة ويصبح استخدام الانترنت بطيئا فما الطرق والوسائل الفعالة لتقوية الإشارة في المنزل وجعلها تصل إلى مختلف أرجاء المنزل هذا يبدو راح يكون سؤال مليون للحديث عن الموضوع ينوم إلينا من جد الخبيرة التقنية عبدالله السبع أهلا بك عبدالله صباح الخير صباح النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا أهلا عبدالله شون نوصل يا عبدالله كعبنا أنا مركب راوترين بالبيت ترى أنا دايما غرفة النوم ما فيهاش إنترنت بس خليني أسألك عن نقطة عبدالله يعني يمكن دلوقتي بنستخدم الانترنت بشكل كبير جدا مع الحضر والعمل عن بعد وتعليم أيضا عن بعد فكل العيلة والأسرة بيستخدموا الانترنت بشكل كبير الموضوع عن استخدام كل العيلة للانترنت بشكل كبير أثر بشكل كبير على سرعة الانترنت حول العالم تخيلوا بداية جائحة كورونا برامج كثيرة توقفت شغلات كثيرة ما كانت نستخدمها نفليكس ويوتيوب حاليا قللوا دقة الفيديو حاليا ألغوا مثلا دقة الفيديو على أساس أنها تستهلك الانترنت بشكل كبير فهذه من الشغلات اللي يساوها حتى يقمنون من استخدام الانترنت أو يساعدون لنا أن نستخدم الانترنت ولا نستهلك شيء كبير منها طيب وش اللي صاير عندنا وش المشاكل اللي صايرة عندنا حاليا أكثر مشكلة صايرة عندنا الحواجز اللي موجودة عندنا في المنازل الحواجز اللي موجودة عندنا في المنازل للأسف تخلي إشارة الانترنت ما توصل لكل مكان أو عشان يكون دقيق مرة إشارة الويطاي ما توصل لكل مكان في المنزل عدم وصول إشارة الويطاي لكل مكان في المنزل يخلي استخدام الانترنت لشوي صعب فمثلا أنت تستخدم الانترنت في الصالة لكن لا تستخدمها في المجلس وغيرها من المشاكل وهذا بسبب العوادر الموجودة عندنا في المنزل هذا يهددنا ويستددنا مشاكل كثيرا في حلول؟ إيه في حلول؟ عندنا عدة طرق سنستخدمها عساسة نقوم إشارة الإنترنت عندنا تلبية مثلا مقويات الواي فاي التي نستخدمها مقويات الواي فاي كويسة جميلة وتعطينا شيء كويس لكن مدى مقويات الواي فاي أقل بكثير من الخدمات الثانية أو المتجاة الثانية التي ستساعدنا في إيصال إشارة الواي فاي إلى كل مكان في المنزل فلذلك مقويات الواي فاي سعرها مناسب أداها ليس مرة كويس لكنها تغطي لك جزء كبير من المنزل هناك تقنية مرة كويسة التي هي الباور لاي الباور لاي ليس فكرتها بشكل بسيط فكرتها أنك من خلالها ستستطيع إشارة الواي فاي في أسلاك الكهرباء الموجودة عندك في البيت فتخيل أن الموذب عندك الموذب الأساسي حق الإنترنت في المجلس فتخطيك الباور لاي الأول في أي فيش كهرباء عندك في المجلس وتوصل الإنترنت فيه إشارة الإنترنت ستكون موجودة عندك في الكهرباء في أي مكان كله عليك أن تأخذ الباور لاي التالي تحطه في أي مكان عندك في البيت بعدها إشارة الواي فاي رح تطلع في أي غرفة الباور لاي رح يعطيك إشارة الإنترنت داخل الكهرباء لكن تحتاج بنفس القوة بنفس القوة عبدالله ولا تختلف يعني حين لما نتكلم عن العوازل هذه سببها أنه منطقة الخليج مثلا الجو حار فعندك عوازل البناء الحديث وقوة البيت العوامد وغيرها عوازل أيضا هذه كلها يعني في الطابق الواحد ربما تختلف وحتى في البيت في الطابقين شلون رح نحل هذا الموضوع طيب الباور لاي يعطيك جودة كواليتها يعطيك قوة كواليتها سعر مناسب لا يحتاج تمدد عندك البيت لكن إذا أنت عندك البيت تمدد أسلاك كات سيكس اللي هي الأسلاك حقه الأيثر ريت اللي موجودة عندك الجدران أفضل خيار لك هي المقويات السلكية المقويات السلكية من تجارب كثيرة أفضل خيار لإشارة الإنترنت لكل مكان عندك البيت فإذا استخدمت مقويات أو أسلاك الإنترنت عندك مدن واحد خلاص رح ترتاح ويكون عندك إشارة الإنترنت موجودة وبسرعة ثابتة جدا عدد مقويات الواي فاي مقويات الواي فاي ما تعطيك إشارة ثابتة ما تعطيك سرعة ثابتة نهائيا الباور لاين يعطيك سرعة كويسة لكنه لأن البيت سيكون عالي فإنجابة السيرفر ستكون شوي متأخف لكن بالنسبة لنا المستخدمين العاديين الباور لاين سيبيدنا أو الأسلاك الكات 6 اللي أساسا لازم تكون تمددها لو لم تذهب للأسف ستضطر أنك أن تتمدد أسلاك حتى تستفيد من هذه التقنية أو تعتمد على الباور لاين طب يعني ليه عبدالله سريعا في أقل من 30 ثانية المقويات السلكية تعتبر أقوى من مقويات الواي فاي لأن المقويات السلكية تعطيك إشارة ثابتة تعطيك سرعة ثابتة عكس مقويات الواي فاي مقويات الواي فاي إذا أنت مثلا حطيت ثلاث مقويات عندك في البيت كل إشارة تروح للإشارة ثانية ستكون أقل فمستحيل توصل لك السرعة كاملة في آخر مقوي موجود عندك عبدالله بكلمة القياس السرعة هذه الأبليكيشن أو التطبيقات دقيقة أو لا مدقيقة 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 كثر الله خيرك شكرا لعبدالله سبع الخبير التقني كنت معنا من جدة كواك الله كنت معنى من جدة